اشتركوا في القناة باطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على احد الشوارع الرئيسة في العاصمة ابو ظبي فقد شنا سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي اليوم شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني التاسع والثمانين ويعتبر شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود من اكثر الشوارع الرئيسية الحيوية في مدينة ابو ظبي لامتداده على طول 4.6 كيلو متر بدءا من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاسعود الى تقاطع شارعي العالم والكاسر كما يعد شارع رئيسي المؤدي الى اهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية مثل صرح زايد المؤسس مركز المارينة وكاسر الامواج والمبنى الرئيسي لادنوك هم موقع بدءالعزي ريد